ملف تمليك للأمانة وملف قديم أنا معناه ودخلت لوزارة حبيت نسرع فيه نسرع فيه اللي فيت التواس تمليك 3 أصناف من تمليك عنا تمليك الأراضي الفلاحية للناس اللي شاغرينها بطريق خانوني اليوم عنا رقام 350 ألف أكتار أراضي فلاحية ناس فمشكون حيزها معناه من قديم عند عقود من الزمن وفم ناس عندهم إسناد معناه شاهدات إسناد الدولة أسندتها لهم هما وبالتالي هما شاغرين العقارات عن حس النية على أساس أنه هما ملاكة ولكن في الحقيقة الأرض ما زالت باسم الدولة وبالتالي كالفلاحة لقضمه نحكيه عن ناس رأوا اللي عندهم إسناد كما قلوا في السنوات الستين والسبعين جاي قانون من 1995 قال هذم الناس هذم فوتولهم انقدروا قيمة الأرض ونبيعوا لهم لأنه ما يدفعوش حتى فيه كروات حتى معاليم الكرام ما يدفعش وبالتالي أنا فيش قام هو يتصرفي أرض وينتش فيها نعطيه فرصة بشي يستثمر أنه نملكه نعطيه شهادة ملكية ونعطيه عقد بيع للأسف شديد يلزم هذا يتطلب أمر ترتيبي أمر حكومة ما اصدر الأمر إلا بعد 25 سنة في 2015 بعد الثور اصدر الأمر بعد 20 سنة بالفعل بعد 20 سنة اصدر الأمر الترتيب يعني قاعدوا كل 20 سنة يستغلوا في الأراضي بدون يدفعوا معاليم الكرام أراضي متع الدولة ولكن هما يتصرفوا فيها كم ملكة ولكن مش قادرين يستثمروا المنجم مش قادرين يقترضوا مثلا مش قادرين يدخلوا بها أبورا ناتيور معنا في شركات مش قادرين يورثوها مش قادرين معناها يعملوا مشاريع بها وبالتالي اليوم جيت نشوف نقل مشكلة في الأمر منتع 2015 أنه عامل شروط مجحفة شوية للتمليك مصعبة عملية التمليك لأنه هو الشخص هذا المعني يزموه هو يتقدم للوزارة ويطلب أنه يملكوه جينا باش نعملوا مشروع أمر تعديل الأمر ذاك باش نسهلوا العملية ونعدلوا قانون 95 وهذه قوانين طواجئة باش نعديوها للبرلماء باش نسروا عملية التمليك أنا اليوم يساعدني أنه المواطن اللي اللي عنده الأرض يصبح صاحب شهادة ملكية باشك الأرض ذيك تصبح رأس مال وتدخل في العجلة الاقتصادية ونخلقوا بها الثروة من 2015 طوى خمسة سنوات أعطينا معناها موافقة لجنة العليا الاستشارية ترأسها سيدة وزيرة ملك الدولة بسبعمائة ملف ما تم تحقيق موامضاء العقود كان تقريباً 300 وشوي معناً 300 نحكيه وعلى نسبة تقريباً 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 خمسين الف العفو خمسين الف ملف ننتظره سوينا 300 في ظرف خمسة سنوات معناها كان نوين على الخمسين الف يلزمنا أجيال وراء أجيال أذك عليش جينا قلتنا شنو الخلل قلو للخلل تشريعي مثلاً نعطيك هذا هي مثلاً يلزم اللي تم الإسناده الأرض هو نفسه نعملو له مع الورثة لا وقت يبدأ ورثة ما يتقدموش الإدارة بالسويل خطر يعرفوا ملفهم مش يتم رفظه جيت أنا قلت لي ما لا نفتحو للورثة طالما محافظين على السبغة الفلاحية وطالما يستغلوا في الأرض متاحهم هو مبجوده مباشرة نفتحو للورثة بخين تجيب قانون 95 وطبقوا بعد 20 سنوات وتحب العبد ما تموتش ما يمش تموت لأعباد ومش تورث عباد وأنا كي نورث سيم محمد علي وكي توفى محمد علي نقع أبناء وشو الفرق بين محمد علي كله متوانسة أنا اللي يهمني أن ينسوي وضعية توانسة كله متوانسة وبالتالي هذك عليش بيش نسهلوا في الشروط ونراجعوا معناها التشريع في طار التسريع في تسوية الملفات خلينا نقع ورواحنا أمام 50 ألف تونسي نملكوهم وخليوا يصحبوا أصحاب ملكهم بيش يدفعوا راهم مقابلة بيش يشريوا من عند الدولة ولكن ديما هالأسعار مقبولة تفاضلية معناها ميش مرتفعة جدا معناها حسب مقيس جابيها القانون مبالغ كبيرة تدخل للدولة ولكن الرأس المال يجي بش نعطيه اليوم للتوانسة معناها خاصة يعملوا في قطاع استراتيجي وهو قطاع الفلاحة هذك اللي بش يدخل كما قلت في العجلة الاقتصادية هم جدا مشروعوا التوانسة يحبوا التمليك لأن الدولة فش قام تملكها راضي فلاحية ولا يكاريتها ولا تدخل في فلوس والناس اللي قاعدين فيها اللي نجموا يرهناها ولا ينجموا ومعنى يخذوا عليه قروض ولا ينجموا يبيعها شو المعنى هذي هذي تجميد للعقارات تجميد للعقارات وتجميد للرأس المهرة